رفع الأصبع الملطخ بالحبر الأسود في إشارة إلى أنه أدل بصوته في الاستفتاء ومن ثم أخذ صورة تذكارية مع دويه كانت السمى البارزة في عمليات الاستفتاء التي انطلقت في مدن أقليم كردستان العراق وللإجابة على سؤال واحد فقط بنعم أو لا وهو هل تريد أن يصبح أقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الأقليم دولة مستقلة؟ منذ مائة عام ونحن نقدم التضحيات ولكن اليوم نراه مثل يوم عيد لنا بأننا نتوجه إلى صناديق التصويت للتعبير عن رأينا وتقرير مصيرنا بأنفسنا نحن أمام مسئولية تاريخية واتخاذ قرار حول حق تقرير مصيرنا وسعداء إن العملية تسير لغاية الآن بشكل جيد جرت العملية بمشاركة العديد من المراقبين الدوليين والمحليين رغم إن العديد من الدول أعلنت مسبقا عدم اعترافها بنتائجها ومن المقرر أن تصدر شبكة شمس لمراقبة الانتخابات خمسة تقارير عن هذه العملية سوف يكون لدينا اليوم خمس تقارير وهي تقارير عن انتهاكات ومخالفات هذه الاستفتاء تقارير صباحي سيكون عن الافتتاح تقارير منتصف النهار اللي سيصدر بعد قليل سيكون عن سير العملية ونسبة المشاركة لدينا أيضا تقارير حول الغلق ولدينا تقارير عن عدو الفرز ولدينا تقارير عن النتائج جرت هذه العملية وسط حزمة قرارات أصدرها مجلس النواب العراقي تتعلق بالعلاقة مع أقليم كردستان باتجاه تضييق الخناقي عليه ناهيك عن قرارات من دول الجوار العراقي كتركيا وإيران التي قررت تقليص عمليات التبادل التجاري مع الأقليم كردستان هي الحدود مع أوروبا مع تركيا وكردستان بوابة للعلاقات الاقتصادية والتجارية العراقية وإيضا كل هذه الأعداد الكبيرة أكثر من مليون نازل لحد الآن باقينا في كردستان فهذه الشراكة التي كانت موجودة بصيغتها بمشاكلها خلال كل هذه السنوات لا تأتي تنفصل بقرارات منفصل جرى هذا الاستفتاء رغم الاعتراض الشديد للحكومة الاتحادية في بغداد عليه ومناشدة كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة حكومة قليم كردستان بالعدول عنه في المرحلة الرهنة حميد زيباري الحرة أربيل